ستبدأ المباراة الافتاحية في الساعة الواحدة ظهرا من 21 نوفمبر عام 2022 بالتوقيت المحلي على استاد البيت الذي يتسع لستين ألف متفرج بينما ستلعب المباراة النهائية في الثامن عشر من ديسمبر لعام 2022 في الساعة السادسة مساء على استاد الوسيل أمام ثمانين ألف متفرج وستجري أربع مباراة يوميا خلال دور المجموعات الذي سيمتده لاثنى عشر يوما وذكرت اللجنة المسؤولة للأمال التحضيرية أن جدوى كأس العالم قطر لعام 2022 سيكون أقصر أربعة أيام عما كان عليه في الماضي وخلال دور المجموعات ستتيح وسائل النقل العام المريحة فرصة تنقل المشجعين بين الملائب الرياضية لمشاهدة مبارتين في استادات مختلفة كل يوم بالنسبة للعديد من هوات كرة القدم ستكون هذه الفرصة الأولى لهم لمعرفة إرث وثقافة الشرق الأوسط والثقافة العربية وستكون هذه أول بطولة كأس للعالم تقام في العالم العربي والشرق الأوسط فنحن ملتزمون بجعلها جسرا بين الثقافات المختلفة ترجمة نانسي قنقر